بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلوا وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حضرة اليوم بعنوان عقوق الأبناء كما فيه عقوق الوالدان في عقوق الأبناء يعني الأمة تضرب بنتها أو تشتمها أو تقولها كلام وحنش لا يالك بالدين أو الأب كذلك اضرب ابنها أو يقول الأب سيء الخلق أو الأمة سيئة الخلق ما هتجيبه أبناء سيئين الخلق للمجتمع لازم تكون الأمة طيبة المنظر وطيبة المحسن في الكلمات والالقاء في كل الكلمات لازم أحب ابني لازم أحب بنتي أحببهم فيها عشان بعد كده مقبر في السن يحبوني ما يتركونيش للشوارع ولا يتركوني لأن كما كان فيه عقوق الأباء والأمهات فيه عقوق الأبناء يعني أنت عقاة بنتك أو عقاة ابنك واحد كان أيام من عمر بن خطاب يسمي اسمه جعران وحفظوش شيء من الكرآن ومسميئه ويدرابوا ويجتموا هذا راح لعمر بن الخطاب وقاله يشكيله وقال له يا هذا يا رجل يعني أنت لقد عقاته قبل أن يعقك يعني أنت عملت له ما عملت له حاجة عملت له شر بتزرع أنت الشر وبتجن الشر يعني عقوق الأبناء بيرجع لأيه أنت عقاتي بنتك أو ابنك في الماضي في المستقبل أو في الحاضر في يوت شر لقته بتعقك أو ابنك بعقك لأن أنت شتامت وقلت له كلام بديه كلام سيء الرسول لم أعلم ناشي كده قال الدينه حسن الخلق الدينه القويم الدين الإسلام لازم أتقي لحي ثم أتبع سيئة الحسنة وخالك الناس بخلق حسن خالك الناس كلها بخلق حسن مش أكلم الناس بره بكلام جميل وكلام طيب وأدخل بيتي وهز أمراتي هزة ابنة هزة أخوية هزة أمة هزة أختي وأضرب ولادي واشتمهم وقال لهم كلام وحش لا ما ينفاحش لازم أكون أنا كدوة لأولادي أنا كدوة البيت رجل البيت أو العمود البيت رجل أو امرأة لازم أكون كدوة لأولاد أو بنت أو ابني أحي خليهم يحبوني في الدنيا وفي الآخر بدل ما يوم القيامة يبروا منكم واكتصوا منكم يوم القيامة لأن فيه كصاص يوم القيامة من الأبناء للأباء لأن ربنا ما بيضايحش حاجة أبدا أنت ظلمت ابنك أو ظلمت بنتك وقلت لك كلام بديء أو كلام سيء بينعلك لكن أنت ما تنهد نفسك وتقول لا سامحني يا بنت أو سامحني يا ابني وما فيش لازم نحب بعض ونقول كلام بجميل بعض عقوك الأبناء يعني عزو بالله من عقوك الأبناء وعقوك الولدين نحافظ على أولادنا لأن ربنا رزقك فيه ما بيرزقهم وشو بيعودوا اثنين وأيام وشهور وليال وبيخلفوش لأن الأبناء رزق ساقه الله إليك لازم تحافظ على بكل الوسائل وكل الطرق عشان يشهد لك يوم القيامة ويدخلك الجنة بالخطر والسلام عليكم وبركاته